مرحبا معكم كارم من فيشيكل دوت كوم وأهلا وسهلا فيكم بدرس جديد من دروس التجربية اليوم نعمل مثل الكسوف من الكرة الأرضية something like this الآن مثل ما رأينا الـ Space والـ Stars وعندنا الـ Fog الذي نرى بالفضاء وهو مثل ما تعرفه أنا طالي أربع أو خمس مرات على الفضاء وعندي فكرة كتير واضحة إن شاء الله الموجودة هناك عندي هون صورة لخريط العالم بسحبته من جوجل وعندي صورة Cloud هلأ بتلاقوه أنتوا باللينك بالـ Description موجودين نعمل صورة الكرة الأرضية وضعها بـ New Count الآن بدور بالـ Effect & Presets على افكت اسمه سفير CC-Sphere سوف أقوم بعمله دراج على الكرة الأرضية مثل ما لنا شايفين صارت مدورة سأخفف الـ Radius الـ Intensity light حقوية قليلا والـ Direction تبعه وحاول أربعه لهم من أول الـ Intensity تبعه الضوء نقرب الـ Light هون قليلا الآن Shading option من أول من أول الـ Specular اللي هي بتعطيك الـ Hot Spot من أول الـ Specular منخفف الـ Metal يعني تقريبا لتعطينا Illusion أنه هي نوعا ما 3D الآن سأقوم بعمل Layer New Solid سأسميه Starts Make Come Size اوكي سأدور بالـ Effects سأقوم بعمل Tree وبأول Contrast وبخفف Brightness وحتى أخذ شكل النجوم طبعا حسب ما أريد أنا سأقوم بعمل أكثر أقللهم بلعب Brightness و Contrast مثل ما أنا شايفين هون النجوم شوي بشكل أحد سأدور على Effect اسمه Cross Blur نضع عليها الآن هذا مو بلر عادي هذا بيسمح لك أنك تعمل Blurness بحسب X و Y نقوم بلعب Y لكي نأخذ تقريبا الشكل اللي منشوفه بالنجوم الآن سأقوم بعمل الضباب سأقوم بعمل Layer New Solid اللي هو اختصاره By the way Control Y اللي سسميه Fold اللون ما بهم بس يستحسن يكون أزرق أو حسب اللون اللي بتكون Make Camp Size أوكي كمان Fractal Noise هذا أكبر دليل قداش فينا نعمل في شغلات أوكي نحفتح Transform وارجع لأول Composition اتبس Keyframe على Offset و Keyframe على Evolution نمشي لآخر نمشي لآخر نساوي Offset 1500 ونعمل Evolution 3 نمشي لآخر خلينا نساكر Refractal Noise هدور على Effect هون اسمه Hue and Saturation أوكي أوكي Hue and Saturation نحفتح 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 Colorize نحفتح إلى لون يشبه الأزرق الآن أقوم بعمل Transfer Mode Hard Light إذا ما عندي Transfer Mode هون أقوم بعمل Toggle Switches هاي والطلاليه هون سابعت الآن بقبس T وهي اختصار Opacity أو بقبس transform تبع Opacity هون 0 0 20 هلأ وبحط وراء Earth Earth عندي هون مو بيني لأنه حاجبتها لحطه فوق حط الفوق فوق أوكي خليني أعمل مساحة شوية هون لحروح على Mask وتأكد أنه بقبس عليه برسم shape مستطيل هاك هلأ بقبس على الفوق برجع على Main Tool هي اختصارة V بنزل الأر شوية وبقبس F اللي هو Mask Feather وبعلي 180 و80 عشان يعمل Blend مع كيف يقبس ما يقبس هنا كما اننا شايفين فوق و Stars والكرة الأرضية هلأ هاكبس العلاير الأرض وكبس Glow أضع الغلو الأرض أضع ألفة وضع وضع أضع يعني بسيكي أضع الغلو ورا الكرة الأرضية أغير أغير color A ل nice blue color أغير color B ل blue heavier أكثر اوكي هلأ اذا بعلي باخد مثل حوالين الارض مثل اللوجين انه هي هاعمل نيو صولد هو كونترل واي و رح سميه هاعمل رح ساوي ابيض هلأ بكبس على الماسك هلأ اعمل هولد رح الاليبس تول بعمل دائرة هلأ اذا كبس شفت بصير فيني حركة دائرة انا بسكي بدي اعمل دائرة على قد الكرة الارضية هاكي منيح تقريبا برجع للمين تول بكمش لغلو وبحطه فا هلأ نفس الشي color channel خطه alpha composite original وبعلي radius و intensity وبغير color بساوي orange كنا اوكي هلأ بكمش لغلو بحطه ورا الارث وبحركه شوي صغير الهوان هنا نقص في الماسك طبعا دائما فيني ارجع لغلو وغير فيه مثلا ما عجبني اللون بدي يساوي افتح او اغمى بحرك هون بدي عالي radius intensity الارث الارث واعمل layer precompose الارث الارث من بين الارث اختصاره ctrl shift c سسميه master earth leave all attributes double click دبل كليك عليه وحط the cloud picture اللي عنا وحطه فوقه سو سدور على effect اسمه هون motion tile هده يعطيني expansion للاير بحيث يظل عمل loop الآن بكبس keyframe على tile center ومشي الى اخر composition وحرك 600 600 وشي وصير في عنا هذه motion اكتر شوية من 600 عشان نصير اسرع الحركة اوكي احنا بكبس على cloud ctrl نخفف opacity ونحط cloud screen عشان نتعمل blend مع كرة ارضية كمان خلينا نخفف opacity شوية هلا ايه اذا منرجع على master سوي اذا منرجع على master مثل ما اننا شايفين صار فيه مثل سفير عم يمشي على الكرة ارضية هلا بكبس على master نفسه ومفتح السفير بحط keyframe لل wire rotation بمشي لاخر composition وبحرك هلا بدا نعمل eclipse نحن بس layer new solid وراح نسمي lens ساوي اسود مهم ان يكون اسود بشان transparent نعمل make camp size اسود خلينا اطفي هدول شوية بشان يصير اسرع هذا الزر بتطفي layer بصير ما بيأسر على performance طبعك انت ومشتغل دور على الشيء اسمه lens flyer عمله drag على solid غير center طبعه احاول ان يكمش الهندل هاي وعمل لهاي هلا lens type هاعملو mm prime 105 blend with original نعلي brightness سوري مخفف brightness شوي هلا بدور على effect اسمه curves fatile curves هلا نروح ال red channel نعليه شوي ننزل على blue channel ننزله شوي ننزله شوي نرجع على green كمان نرفع شوي بشان ناخد هذا اللون الاصفر نوعه ما هلا نرجع على rgb مثل ما انه rgb هو red green and blue هو basic colors طبع ال universe نعطي شويه curve contrast هلا ال lens نتبس عليه نعلم ال screen ما شاء الله يرزلي عنا صار عن ال lens وراء الكرة الارضية هلا ثم بسكي فريم لسينتر بحرك لاخر لقمش ال handle هاي بحركها ايك اوكي مثل ما اللي نرا عم يعمل moving لل lens بين كأنه eclipse وراء الارضة عمل كأنه امر او كوكب تاني الآن هناك شيء مهم يتذكرون بأنه كل شيء قام بعمله ليس فقط فكروا فيه مثل الشيء اللي عملنا يعني كل تكنيك الأفكت اللي استرطمناها الكيربز اللينز فكروا فيه بأنه تسوى بالبروجيكت تبعكم شكرا لكل من تابعني وأنتظركم بالدرس الجديد